الحمد لله الذي لم يزال يبث في قلوب من سبقت لهم منه السعادة إرادته وقصده والقرب منه وإرادة الفوز برضوانه والاستعداد للقائه والتهيء لمرافقة حبيبه في درجات التقريب والعطاء الرحيب والجود الواسع من الرحمن الرحيم جل جلاله بثه لهذا في القلوب من منه الكبيرة برزت بأوسع ما تبرز في أمة حبيبه المحبوب صلوات ربي وسلامه عليه الذي أقامه في مقام الدعوة فخصصه في مزاياها وغايات غاياتها وحقائق بياناتها بمزايا وخصائص لم تكن لأحد قبله ولم تكن لأحد بعده فسعدنا به وسعدت همته به وتيسر وصول هذا البث الرحمن يعني الإله إلى القلوب لتقصد الله لتريد الله لتتهيى للقاء الله لتستعد للقاء تعالى في علاه لتحظى برضوانه لتحظى بمرافقة حبيبه في جنانه وهي أماني أرباب الصدق من خيار الخلق إذا قذفت في قلب رجية له الخير ورجية أن الله لم يقذفها فيه إلا وهو يريد أن يعطيه وهو يريد أن يمنحه وإلا فكم يصلط على القلوب إرادة الشهوات إرادة الفانيات إرادة الزائلات إرادة المظاهر إرادة الدعايات إرادة الظهور في العالم القصير الحقير الفاني الزائل المنقضي المنتهي وهي إرادة هابطة ساقطة تسقط بأصحابها عن المراتب العلا وعن اللحوق بخيار الملأ وتلكم قلوب قلبت في أودية الغفلة والظلمة والبعد والطرد والعياذ بالله تبارك وتعالى وكان سيد أهل الدعوة إذا دع الرحمن قال يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين ورسخ في قلوبنا قصدك وإرادتك فمن أحق أن تقصد هذه القلوب وأنت خالقها وأنت مبدئها وأنت منشئها وأنت فاطرها وأنت مقلبها وإليك مرجعها ومآبها من أحق أن تقصد؟ من أحق أن تريد؟ أفانيات؟ سلطات؟ أموال؟ مظاهر؟ ما هو أحق أن تقصد هذه القلوب؟ تقصد من؟ وتقصد ماذا؟ أحق ما قصدت القلوب منشئة؟ موجدها؟ خالقها؟ جل جلاله الرحيم بها الذي يسر لها السبيل لقربه ولنيل رضاه ولمعرفته الخاصة بمعرفة أحكام شريعته والصدق في القيام بها وتطبيقها وتنفيذها هذا ما يدين القرب من الله تنفيذ وتطبيق أحكام الرحمن التي جاء بها سيد الأخوان حسن تنفيذك وتطبيقك في عينيك في يديك في فرجك في بطنك في لسانك في رجليك في لباسك في أهلك طبق نفذ أحكام الرحمن جل جلاله هذا ما يدين القرب من الرب ما تقرب إلي عبادي بمثل أداء ما افترضته عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه أن يدرك من سر محبتي مرقا خاصا وحظا وافرا حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطي أنه ولئن استعاذني لأعيد أنه فيا فوز عباد أدركوا محبة رب العرش العظيم فعاشوا في الحياة رب العرش يحبه وماتوا وهو يحبه وحشروا وهو يحبهم فأدخلهم الجنة وأسكنهم فسيحها مع خواص من فيها ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق من يطع الله والرسول يظهر طاعة الله والرسول في مسموعاته في منظوراته في الأغانية التي تجري في مناسبة زواجه في مناسبة فرحاته وأي معياده تظهر طاعة الله والرسول في نوع المغاني في نوع الشلولات في نوع الحركات هنا طاعة الله وطاعة الرسول ولا طاعة الله وطاعة الرسول خربط كما يشير تعالى المسجد صرق عدين من قال لك هذا الطاعة هذا كان يفعله المنافقون ما هي طاعة الله ولا طاعة الرسول طاعة الله والرسول تحكم ربه تحكم رسولك طاعة الله والرسول صلى الله عليه وعسى وسلم تظهر في لباس أهلك تظهر في لباس بناتك تظهر طاعة الله وطاعة الرسول تطيع من في هذه الحياة وتمضي وراء من ومن الذي يخطط لك ومن الذي يرتب لك ومن الذي يدعاك إلى القصير ومن الذي يدعاك إلى الطويل ومن الذي يدعاك إلى لبس المزرع المظهر لمواضع الجسد ومن الذي يدعاك للحشمة والحياة هنا طاعة الله وطاعة الرسول تجي وهي طاعة الله وطاعة الرسول تصلح لنا ركعتين وقلبك غافل هذه طاعة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ومع هذا التحكيم يعظمون حكمك ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت مرتاحين مرتضين حكمك وأمرك قالوا موضة قالوا بقت ثاني قالوا زمان ثاني تفل عليها الحكم الله والرسول مقدم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا الشأن المؤمنين جعلنا الله وإياكم منه وهو سر شعار التلبية للملبين التي جعلها الله في الحج لبيك اللهم لبيك والقلوب التي لبت من الذين وقفوا في عرفة ومروا على مزدلفة ومرت بهم أيام مناء وطافوا بالقعبة المشرفة وسعوا بين الصفا والمروة ووفدوا إلى طيبة الطيبة حيث معلمهم وهاديهم ومرشدهم ومنقذهم وداعيهم وموصلهم وموصلهم وباب الرحمة لهم محمد هذه القلوب الملبية وما اتصل بها من القلوب الملبية وإن كانت بعيدة لم تتمكن من مظاهر الحج في هذا العام وربما يكتب لأحدهم ثواب الحج في كل يوم بل في كل ساعة لصدقه مع الله وقيامه بحسن الطاعة هذه القلوب الملبية هي محل الرجوة في دفع البلوى أيها الأحباب والإخوان أما أهل التسيب أما أهل التساهل أما أهل الإقدام على ما لا يرضي الحق جل جلاله أما أهل المظاهر الحسية مقتعين عن الله فما يكون من آثارهم إلا شوم أو بلا يحل بالأمة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض بل قال الحق لو أخرجنا عنصر النور الرباني في تبعية العنبياء والمقربين وصار الحق متبعا لأهواء أهل الأهواء في الأرض لعم الفساد الأرض والسماء ولو اتبع الحق أهواءهم فسدت السماوات والأرض ومن فيهن لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات وقال لرعيلنا الأول الذين قام عليهم أساس الدين كله لكل متدين إلى يوم القيامة من السابقين الأولين من المهاجين والأنصار رضي الله عنهم يقولوا يقولوا فيهم لهم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر بحسب أرأيكم لعنتم جلبتم المشقة لأنفسكم والتعب لكن عندكم الحبيب يجنبكم ما يوجب تعبكم وإن لم تشعروا وما رغبتم فيه وهو يضركم وإن لم تعلموا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لحلة المشقة عليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فكرصرتم تعشقون تبعية النبي وتقومون بحسن تلبية دعوته وتنفيذ أمره وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هذا أساس الدين في هذا العالم في هذه الأمة المحمدية قوم قال الله عنهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان والكفر في ثمنهم موجود وغير موجود أكثر أهل الأرض في زمنهم كفر أكثر أهل الأرض في زمن هذا الرعيل الأول كفر ما بين يهود ونصارى ومجوز وملحدين مشركين بالله تبارك وتعالى أكثر أهل الأرض والوقت الذي كان فيه أكثر أهل الأرض كفار كان ذاك الوقت من خيار أوقات الدنيا لوجود هذا الصنف الراغين إلى مراتب القرب العلي هذا الصنف بصفاتهم هذا الصنف بأخلاقهم هذا الصنف بأذواقهم هذا الصنف بمشاربهم حيثما وجدوا بهذا الحال فالوقت يزين بهم ويصلح ويحسن بهم وحسبكم أن فيهم الذات النقية الجوهرة المحمدية كان بينهم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسق والعصيان وإلا آل الكفر في زمانه آل الروم والآل فارس وغيرهم من أصحاب الأديان الأخرى كل يقول نحن وعندنا ومشروع الحياة كذا والبرنامج كذا ما قبلوا شيء منه وكره إليكم الكفر والفسق والعصيان أخذوا ميزان محمد ما يقبل نقبله ما يرد نرده يقع من قيصر يقع من روم يقع من صغير يقع من قبير نحن أتباع الحي القيوم إذا قاله لهم أهل قوات الأرض القوية المادية ما الذي غرقوا مع لعبنا وبدأنا قالوا لهم الله بتعثنا اتصلنا بالقوة العلياة فنزل من عقولنا وأفكارنا تعظيمكم وما عندكم الله بتعثنا وإش مهمتكم لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة هذه مهمتكم في الرسالة ما لكم غرض سلطة ما لكم أمر يعود إليكم ما لكم غرض مال هذا مهمتنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد الله أكبر من جور الأديان إلى عدل الإسلام من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة هذا فقههم للمهمة التي حملوها عن نبي الأمة صلى الله عليه وعلى آله سعب وسلم يا من حببت إليهم الإيمان وزينته في قلوبهم هذه قلوبنا بين يديك ونحن بعد هذا الموسم الكريم نرفع الأكفة إليك ونقول حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كما حببته إليهم وزينته في قلوبهم وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان كما كرهت إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فنسأل مولى الفضل والنعمة أن يتفضل وينعم علينا كما أن تفضل وأنعم عليهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وكما سمعتم اجتمعت الجموع وسال منهم الدموع وقام من قام بالخشوع وفي الوفد كم عبد منيب لربه وكم خاضع كم خاشع متصاغري وراج وباك من مخافة ربه بفائض ذمع كالصحاب المواطري وذي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء أهل الهدى والسرائر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى عشية وعف الوفد من كل وجهة وفج وهم بين داع وذاكري وفي عرفات كل ذنب مكفر ومغتفر منا برحمة غافري وقفنا بها والحمد لله والثناء وشكرا له إن المزيد لشاكري وإنا لنرجو عفه أن يعمنا ويشمل منا كل باد وحاضر يا أكرم الأكرمين وفدوا وفيهم الذين توجهوا إلى الله من أهل تلك القلوب على الذين صلحت وحسنت علاقتهم بالله 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 تعالى صلحت وحسنت علاقتهم بالله بالله تعالى جل جلاله فهم ضناء خلق على ظهر هذه الأرض ولولاهم بين الأنام لدكتكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة وتواصلت معهم القلوب الصادقة المخلصة الطاهرة من شرق الأرض وغربه هذا بالنسبة للأحياء الذي هينهم على قيد الحياة الدنيوية على ظهر الأرض لأن المدارة فيما يجري على الأرض منوط بهم لا بآل البرازخ ولا بالملائكة والملائكة وآل البرازخ والأرواح الطاهرة يشاركونها أو لا لكن على قدر وفرة هاولة وكثرتهم يكون الخبر من الله ويكون الشان في قضاء الرحمن وتسييره للأقضية والأقدار في هذه الدار ممن لم يزالوا في عهدة التكليف في العالم الدنياوي عليهم الرضوان بهم إنما إذا صاد فصدق الوجهة منهم شفاعة من الملائكة أو من أرباب البرازخ وغيرهم كان ذلك سببا لاتساع الفضل من الله والخير للأمة أما إذا فقدوه فما تغني ما يغني إذا قد فقدوا من على ظهر الأرض هذه القلوب الطاهرات ما يغني عنهم أرباب البرازخ ولا يغني عنهم ملائكة السماوات إذا قد لم يبقى من المكلفين أحد يربط الحبلة بالحق الكبير المتعال لينزل الرحمة ولينزل الفضل على العباد قال تبارك وتعالى في عدد من المكلفين الصادقين المخلصين كانوا موجودين في مكة المكرمة ومر الظروف وأحوال وكاد أن ينشب شيء من الحرب والاقتتال وصف مكة في العام استاذ مجرى عاما صلح الحديبية يقول وهو الذي كفى أيديهم عنكم وإيديكم عنهم قال أيديكم أنتم المؤمنين جندي كففتها عن هؤلاء المشركين في مكة لماذا؟ وكفى أيديكم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أثركم عليه لماذا؟ ليدخل الله في رحمته من إشاه يقول سبحانه وتعالى وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتِ لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من إشاه لو تزيلوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا قال له هؤلاء المكلفين موجودين وسط مكة من أحبابنا وأهل قرب مننا تزيلوا وانتزعوا إلى جانب مستقل لَعَذَّبْنَا وَسَلَّطْتُكُمْ على أهل مكة وقتلتم أهل مكة لكن بسبب وجود هؤلاء لو تزيلوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا منهم عذابنا ليما بسبب وجود هؤلاء صُرِفَ الْعَذَّابْ حتى عن الكافرين لوجود هذا الصنف لوجود هذا النوع القلوب المتصلة بالله هم فخروا وجود في هذا العالم اليوم نعرف عقول في المسلمين من ظهر بلعبة عظموه من ظهر بكمبيوتر عظموه من ظهر بطائرة وبطيار ولا بدون طيار عظموه ومن طلع رئاسة عظموه وأهل القلوب المتصلة بالله ما عرفوا تعظيمه وهم العظم هم العظم أولاً وآخرة هم العظم دنيا وآخرة هم العظم سرًا وجهرًا هم العظم هاوله أهل القلوب المتصلة بالله لا أرباب الأجهزة ولا أرباب الأسلحة أهل القلوب المتصلة بالأعلظة هم العظم عند الله العظيم في الدنيا والبرزخ والآخرة وببركة وجودهم تتنزل الرحمات وتدفع الآفات والبليات فلنعرف قدر أهل الله ولنعرف قدر الصلة بالله من معرفتنا بعظمة الله كلما عرفنا عظمة الله عرفنا عظمة الصلة به فعرفنا قدر المتصلين ومن المتصلون الذين تخلوا تخلوا عن إرادات الخلائق والكائنات بكل مظاهرها وما فيها تخلوا تخلوا عن أن تستعبدهم رئاسة أو سلطة أو مال أو جاه أو سمعة أو وظيفة أو أي شيء في الوجود قلوب كان كل منها واحد لواحد كان كل منها واحد لواحد لأن الواحد ما يقبل الشركة من عمل عملا لأشرك معي فيه غيري فكله للذي أشركه معي وأنا أغنى الأغنية عن الشرك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويوت الزكاة وذلك دين القيمة فحرك حقائق طاعتك لله ولرسول في مظهرك في جوهرك في وجهتك في نيتك في حالك في أسرتك في أعضاءك كلها أجم رأية الطاعة لله وللرسول على الوجه وطلب سر السلة بالحي القيوم جل جلاله وتعالى في علاه أعلى من تقصده أحق من تقصده ومن العار والخيانة أن تقصد غيره بقلب هو خلقه وهو أوجدك وخير هذا القلب في قصده تعالى وفي قصد سواه والالتفات لمنعده خراب القلب وفساده فتقصد الغير وتخرب قلبك وتضيع حقه تعالى وتضيع الأمانة بينك وبينه يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك نرجو من الحق تعالى أن يظهر آثار قبول الحج للحاجين والمتصلين بهم من الصادقين المخلصين في تفريج كروب المسلمين وإظهار الفرج العاجل في شامنا في يمننا في شرقنا في غربنا يا رب المشرق والمغرب يا رب اليمني والشام يا رب كل الأنام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام بالحج لبيتك الحرام والحجاج وزيارة خير العنام والزائرين والقلوب المتصلة بك من المكلفين وبمن لهم لديك منزل فرج كروب الأم عاجلا واتفع الخطوبة يا ربي سريعا يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا سريعا يهزم العسر وياتي بالذين أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري أيها المؤمن بالله تعالى كانت حجة نبيك صلى الله عليه وسلم قبل ألف وأربعمائة و ست وعشرين سنة كانت قبل ألف واربعمائة وست وعشرين سنة لكن ذلك الحاج وسر حجه مبسوط خيره واستغفاره إلى اليوم ولما ذكر الحاج جاء بألفظ أخبار ولفظ إنشاء من يقول أنه يغفر الله للحاج ولمن استغفر له الحاج ولفظ إنشاء يقول اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج من اللي قال اللهم اغفر هو هو فالمستغفر للمقبولين من الحجاج ولمن استغفر له في السعام هذا بعد ألف وأربعمائة وست وعشرين من حجته عليه الصلاة والسلام هو المستغفر لنا ولهم هو اللي طلب هو مقدم الطلب هو الذي بوجهته نادى الرب وخاطب إلهنا سبحانه بكرمه الأرحب أن يغفر للحجاج ومن استغفر له إلى آخر الزمان ففي كل سنة بساطة استغفاره مبسوط وممدود للذين اتصلوا بأسرار الحاج ومن استغفر لهم الحجاج فياربي بسر استغفار عبدك المصطفى وسر استغفار الحجاج الذين استغفر لهم ولمن استغفروا له ابسط لنا بساطة المغفرة الشاملة لجميع ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم يا خير الغافرين غفرانا يشمل جميع سيئاتنا وذنوبنا وأوزارنا ظاهرها وباطنها يا واسع المغفرة يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا رب البيت الحرام والمشاعر العظام يا رب محمد خير الأنام يا رب النبيين والملائكة المقربين يا رب كل شيء يا مليك كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا وللمسلمين كل شيء اغفر لنا وللمسلمين كل شيء اغفر لنا وللمسلمين كل شيء وأصلح لنا ولهم كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تُعذبنا على شيء يا الله يا الله وطاعتك وطاعتك بعد المعصية وذكرك بعد الغفلة والإقبال والإقبال عليك بعد الإدبار والوجهة الصادقة إليك في جميع الأحوال والحالات والأطوار يا كريم يا غفار يا منان يا وهاب يا ستار يا مقدر الأقدار يا مطور الأطوار يا من يكوّر النهار في الليل والليل في النهار يا الله وكلنا ومن يسمعنا نلح على هذا الحي القيوم ونقول يا الله مغفرة شاملة وتوبة صادقة وتوفيقا قويا وسيلا في سبيل سوي إليك ظاهرا وباطنا يا الله يا الله احفظ حجاج بيتك وزائرين نبيك وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين واجعل من آثار قبولهم عندك فرجا للمسلمين وقياسا للمسلمين وصلاحا لأحوال المسلمين ودفعا للبلاء عن المؤمنين وزيادة للنعمة والفضل واللطف الذي عاملتنا به يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا الله لا تجعل في مجمعنا ولا في من يسمعنا إلا من حببت إليه الإيمان وزينته في قلبه وكرهت إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعلته من الراشدين آمين 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 يا رب العالمين يا الله تشرفوا برفع العيدي إليه متذللين بين يديه والحال لا يخفى عليه إلهنا بقصورنا وتغسيرنا وما فينا رفعنا أيدي أملنا ورجائنا واستغاثتنا واستنصارنا واستغفارنا إليك يا خير غافر يا خير ناصر يا خير جواز يا أكرم المحسن يا أعظم منعم يا قادر يا قوي يا متين يا قهار يا الله فاقبلنا على ما فينا وأصلح ظواهرنا وخوا فينا وفري كروب المسلمين وادفع البلا عن المؤمنين يا الله اجعل العام المنصر مشاهدا لنا بكل خير وأحسن لنا خاتمته وبارك لنا وللأمة في عامنا المقبل يا رب الأعوام والشهور والأيام والليالي واللحظات والساعات يا بارئ الأراضين والسماوات يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا سريع الإغاثات يا الله يا الله توجهنا إليك وتذللنا بين يديك والحال لا يخفى عليك فيا من أوقفنا بين يديه والأمر منه وإليه ما كان وقوفنا بشطارة ولا مهارة ولا قوة ولا قدرة منا ولو رميت بنا في الإدبار لأدبرنا ولو رميت لنا في الغفلة لغفلنا ولو رميت بنا مع أهل الذنوب لأذنبنا وكنا عندهم لكن ساقتنا رحمتك ومغفرتك فأوقفتنا على بابك بين يديك وتوجهنا بك إليك فيا مكرما لنا بهذه النعم أتمم نعمتك علينا يا مولى الكرم يا الله يا الله لا يبيت قلب منا ولا ممن يسمعنا ولا ممن في بيوتنا إلا وقد حببت إليه الإيمان وزينته في قلبه وكرهت إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعلته من الراشدين فضلا ونعما يا الله يا الله يا الله اجعلها من جوائز الحج في ليلة الجمعات هذه النبيت وقلوبنا على هذا الوصف الجميل يا ذا العطاء الجزيل يا مولى الكرم والتفضيل يا حي يا قيوم يا بر يا جليل يا الله يا الله يا الله سعدت بندائك رب العالمين الله أكرم الأكرمين فقل بقلبك يا الله وقل بروحك يا الله وقل بسرك يا الله وقل بكليتك يا الله لك الشرف بذلك لك الفخر بذلك لك الكرامة بذلك تنادي ملك الممالك تسأل الحي القيوم المنجي من الردى والمهالك من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تناديه أنت أيها الصغير الحقير ذلك فضله عليك والله ذو الفضل الكبير فقل يا الله فقل يا الله مخلصا وقل يا الله معترفا وقل يا الله متذللا وقل يا الله خائفا وقل يا الله راجيا وقل يا الله متواضعا وقل يا الله معملا لما عنده تعالى في علا يا الله يا الله يا الله ارحمنا والأمة وأذن بكشف الغمة وأبعد عنا النقمة وعامل بمحذ الجود والرحمة يا الله وألحوا عليه متوجهين إليه متذللين بين يديه وقلوا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين